اشتركوا في القناة في الاحاديث وعموم أن نوع من الأمراض يجعله الله تبارك وتعالى بوكز من الجهن يسلطهم بحدوده المحددة وبحسب القدرة فهذا النوع الذي هو الذي لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة ومنه الدجال وكذلك الدجال يمنع من دخول مكة ويمنع من دخول مدينة بقيت الأوبئة تدخل مدينة بقيت الأوبئة والأمراض نعم وكان صلى الله عليه وسلم قال إن يوعك كما يوعك رجلان منكم هو بنفسه يمرض وسط مدينته المشرفة ولما قالت السيد عشاء وارساه قال بل أنا وارساه صلى الله عليه وسلم يعني وجعوا رأسها شد من الوجع الذي تعانيه من رأسها عليها رضوان الله تبارك وتعالى إذن فأنواع الأمراض ولما قال إن يوعك كما يوعك رجلان قال له بعض الصحابة ذا كأن لك أجران؟ قال أجل فكذلك الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلان الأنبياء فأنواع الأمراض ممكن تكون في المدينة وفي مكة المكرمة إلا النوع المعين من الطعون الذي أشاره صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يمكن أن يدخل المدينة لقول بعض العلماء أن الطعون قد يكون حقيقة ومجاز على كل أوبئة مرد بهذا الحديث أن الطعون حقيقة حقيقة الطعون هذا الأمر وهذا أيضا ما يكون لمن وسط المدينة وقد يصاب من خارج المدينة ثم ما يدخل إلا أنه ما يكون انتشار على يده لكن هو يصاب بالطعون ممكن خارج المدينة ثم يدخل وسط المدينة وهو مصاب بالطعون هذا ما فيش كلمة مش المطعون الذي لا يدخل المدينة نفس الطعون ما يدخل المدينة فما يتأتى أن يحصل بعد انتشاره وسط المدينة نفسها بحد ذاته ولكن المصاب به قد يمكن أن يدخل المدينة المنوى شكرا شكرا